السلام عليكم خوتي خوكم حاميد توجر اليوم ارانا اخرجنا للغابة باش نديرهم موضوع ما شي غير الدار 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 والمقاننة ونسوي فيهم الموضوع تاع اليوم حبيت نقدم واحد النبتة النبتة هادي قدموها بزاف ناس وكل واحد وطارقته وانا ما نيش نعاود المواضعتها وحد وخرين بسكو من عادتي اني نجيب غير جديد ونجيب حاجة اللي نعرفها انا وحاجة اللي خدمت بها انا في حياتي اه اعمري الا ان نسما نعاود موضوع تاوحد اخر ولا شخول ما والموادع تاعي لي عاودهم خير مني وديرهم خير مني ما شاء الله نقولي نفرح حاجة تفرح هادي اه نبتة تاع اليوم جور معروفة بزاف على طريق كومون نبتة تاع اليوم عندها خصائص بزاف من بين الخصائص تحا انه نبتة هادي فيها خصائص اموستاتيك اللي هي اه كما نقولو المقنين ولا الزاوش طير اه ان جنرال كي تجرح نبتة هادي اتعاونو باش يكواغولي تعاون في بروسيسوس دو كواغولاسيون يعني الجرح يتغلق وكما يقولو يبرع والدم هاداك يتحبس المراجعة سما الدم هاداك يتخثر تعاونو على تخثر اه من بين تاني الخصائص تحا انه فيها خصائص ديوريك ديوريك بمعنى مدرة للبول بمعنى انه تعاون على الاماها تاع الطير عندها خاصية تاني ديبوراتيف ذكرنا ديجا شفنا نباتات فيها نفس الخاصية ديبوراتيف اه يعني تنقي الدم وتنقي الجهاز الهضمي تساعد على تنظيف تنظيف داخلي للطير اه النبتة هادي هي نبتة الحرائق القريس او نبتة الحرائق اللي اكو تعرفوها اه اسمها اون فرانسي القرون القروند اوغتي تسمى الحرائق الكبير هذا النوع الكبير نقدمو منها البوذور الناضيجة فقط ما نقدموش حاجة واحد اخرى نقدمو منها البوذور كي تكون ناضيجة فقط نقدموها مليحة بزاف خاصة في اقتراب موضوع تزاوج موسم تزاوج والرابع نبتة هادي غانية بالبروتينات بزاف وغانية بالفيتامينات وغانية بالاملاح المعدانية اه نقدموها ثلاثة مرات في الاسبوع ديبريفيرانس في وقت التزاوج ادي هي وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته